شوف كيف كل مشاكلك مع ود لح تختفي بعد هيدا الدرس بإذن الله انت حتلاقي نفسك عم تصلح لغيرك لما ما يستعملوا ود أو لما يستعملوها بشكل خطأ بعد هيدا الدرس وأهم شي لح أعطيك نصيحة كيف ما تعود تخاف من ود وما تعود تتلبك لما تستعملها بآخر الدرس السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا وسهلا فيكم بدرس جديد من قناة ماستر انجليش أدخل انجليزية معكم نور حضرت لكم عدة جمل من خلالها لح نتعلم كيف نستعمل ود من دون خوف من دون تعب من دون تفكير حتصير اوتوماتيك عندكم كيف تستعملوا ود يعني حتصيروا تحسوا ان ايه أنا هلأ لازم استعمل ود وهون مش لازم استعمل ود إن شاء الله طيب خلينا نبلش بأول حالي وهي أنا سأنظف المنزل وين ود هون ما في ود بهذه الجملة لكن دا نفترض إنه في فتاة تقول سأنظف المنزل فأنا سمعت هالكلام منه وعم بنقول هيدا الخبر عم بنقول كلامه كيف لح أنا قلوه في نقول شي سد بين قوسين بحط قوسين بحط كماء وقوسين او في شي عنا اسمه reported speech شو الreported speech لما قول شي سد ذات بلين منقول شو قالت لكن بالreported speech هنعمل شوية تغييرات اللي متعبانة هيكون عنده فكرة إنه نعم في تغييرات بتصير بالreported speech خلينا نشوف كيف هيدا الجملة اللي حتصير دياكم تركزولي على will will نستعمل على حتى نقول سوف سأعملوا شيئا ما مثلا سأنظفوا المنزل فلما بدنا نتحدث عن future عن المستقبل سنستعمل will لما نقول she said she said انتبهولي منيح she said ثم that قالت أنها she said that she هي طبعا I سوف تصبح she لأننا نتحدث عن هي هي قالت هذا الشيء هي قالت أنها هي من سنتنظف المنزل will هنا بالreported speech لحتصير would هيدا أول استعمال اللي would she said that she would she said that she would she said that she would would clean the house اللي تعرفو اليوم هو إنه will سوف تصبح would بالreported speech بالكلام المنقول تمام؟ لكان أول استعمال لwood هو هرا هي بكل بساطة لما تلاقوا will وبتكن تحاولو على reported speech لحتصير would طبعا would يعني كتعريف مختصر لwood هي الماضي لwill هرا هو التعريف المختصر لwood ومن حزن حاسكن إنه would ما بتتغير مع جميع الضمائر إذا نستعملها مثل ما هي مع I, you, we, they, he, she, it, selma, samir كلهن نستعمل معهن would بتدلها مثل ما هي ما بيتغير شكلها وبيجي بعدها الباس فورم of the verb يعني clean, أوكي مش cleaning مش she would cleaning ولا she would to clean الباس فورم of the verb يعني infinitive من دون to أو اللي منسمي bare infinitive أو حتى فيكن سامو base form of the verb شو بدك تسميه؟ ما بدك تسميه؟ ما تسميه؟ ما تسميه؟ الجنة التانية خلينا نشوف الحالة الثانية His mother won't let him play video games نحن عم نتحدث عن الآن His mother والدته لن تسمح له أو لا تسمح له باللعب بألعاب الفيديو جيمز طيب هون نحن ما عم نتحدث إنه هي ما تسمح له بالمستقبل نحن منقول إنه ما عنده استعداد أو رغبة بسمح له باللعب بألعاب الفيديو جيمز His mother won't let him play video games طيب لما بدنا نتحدث إنه والدته كانت لا تسمح له باللعاب الفيديو جيمز شو حتصير هالجملة His mother wouldn't طبعا هنا would مع نت wouldn't لأنه want هي will not لحكتب ركني إياها لم تابعنا أكيد بيعرفها want هي will not تمام؟ فلما بدنا نحول will لا would طبعا مش راح نستغنع عن not راح تصير would not والاختصار هو wouldn't إذن لما بدي أقول إنه والدته كانت لا تسمح له ما كان عنده الرغبة ولا الاستعداد عم نتحدث عن willingness willingness الرغبة أو الاستعداد in the past في الماضي كانت لا تسمح له باللعب بالفيديو جيمز His mother wouldn't let him play فيديو جيمز إذن كمان هون عم نتحدث عن willingness willingness in the past بالpast هيدا تاني استعمال ل would نعم الآن نشوف الجملة الثالثة when I was a kid عندما كنت طفلا أو عندما كنت طفلة when I was a kid I go okay I go to the beach every summer إذا ألتلكم هالجملة هيك خطأ ناصة هل فينا نقول when I was a kid I went to the beach every summer كي تصير سبتعرفوا إنه الماضي اللي go هو وانت لأنها من الأفعال الشادة الirregular verbs when I was a kid تنفهم I went to the beach every summer بس عادة عادة تسمعون عم يقولوا I would go I would go to the beach every summer أو فيها نستعمل used to when I was a kid I used to go to the beach every summer طيب هوني عادات لكن في الماضي لكن ما بدنا نتحدث عن عادات في الماضي هنستعمل would جملة تانية log into your account like you normally would log into your account يعني قش على حسابك أو ادخل على حسابك مثل ما أنت كنت عادة تدخل like you normally would إذا ننتحدث عن عادات أو شيء كنا نفعله في الماضي habits in the past هيدا تاني استعمال ل would in the past اللحظين هلأ كل شيء عم نستعمله in the past when I was a kid I would go to the beach every summer when I was a kid I would run in the house كنت أركض في المنزل ففي كتير من الأحيان لما بدنا نتحدث عن عادات في الماضي سنستعمل would الحالة الرابعة will you please help me would you please help me أي جملة صحيحة اتنينة صح will و would فينا نستعملون إذن will you please help me هل بإمكانك مساعدتي رجاءا أو would you please help me هل بإمكانك مساعدتي رجاءا نفس المعنى فينا نستعمل لما بدنا نتحدث would لما بدنا نتحدث عن requests طلبات لكن would هي مؤدبة أكثر من will يعني اتنينتهم صح فيكن تستعملون اتنينتهم بس إذا أنت حابب تكون مؤدب أكثر استعمل would would you please help me تمام إذن would هي مؤدبة أكثر لكن فينا نستعملها لما بدنا نتحدث عن الطلبات لما بدنا نطلب شيء ما إذن هلا ساعدتني رجاءا would you please help me هيا نشوف الحال الثالثة if I had enough money إذا كان لدي من المال ما يكفي if I had enough money شو كنت عملت مثلا لكنت سافرت حول العالم هنا سنقول I would travel around حولة يعني around the world العالم if I had enough money I would travel around the world إذن هيد الحالة الشرطية الثانية بالحالة الشرطية الثانية والثالثة كتير من لقي would ما في شيء بيخوص بالحالات الشرطية إن شاء الله بنعمل درس خصوصي عنهم ويلي بحب في عني دروس على قناتي تتحدث عن الحالات الشرطية بالحالة الشرطية الثانية باختصار الحالة الشرطية الثانية عم نتحدث عن present or future عن الحاضر أو المستقبل لكن unreal situations يعني حالات غير حقيقية أو لا يمكن أن تحدث تمام؟ مثلا أنا الآن ليس لدي من المال ما يكفي لذلك لا أستطيع أن أسافر حول العالم لكن لما اتحدث أنه إذا كان لدي من المال ما يكفي سوف أستعمل would أو كتير من لقي would مع الحالة الشرطية الثانية If I had enough money I would travel around the world الحالة الشرطية الثالثة خلينا نلاقي جملة نشوف شملها السريع If I had gone to bed earlier I wouldn't have been so tired إذا خلطت إلى النوم مبكرا أكثر لما كنت متعبا الآن If I had gone to bed earlier I wouldn't have been so tired إذن بالحالة الشرطية الثالثة كتير من لقي would have أو wouldn't have مش بس would والحالة الشرطية الثالثة نحنا عم نتخيل شيء بالماضي إذن هو لا يمكن أن يحدث لكن عم نتخيل حالة في الماضي يعني لو كنتوا فعلتوا هذا لكنتوا كذا وكذا إذن بالحالة الشرطية الثانية والثالثة كتير من نستعمل would و would have الجملة الثالثة I wish أتمنى مع I wish كتير من نلاقي would مثلا I wish you would come visit me more often يعني أتمنى لو كنت تأتي لزيارتي أكثر I wish you would come visit me more often مع I wish أو مع wish أتمنى كتير من نلاقي would other phrases تعبير أخرى نستعمل فيه on would مثلا I'd like I would like هيد كتير سرتوا سامعين إذا متابعيني I would like أو الاختصار I'd like لما بدك تطلب شيء مثلا بالمطعم أو لما بدك تقول أود هتقول I would like أو I'd like نستعمل would كمان تعبير أخرى would rather أفضل أفضل وكمان would prefer نفس المعنى إذا فيه تعبير أخرى نستعمل فيه would نعم مثل I'd like I'd prefer I'd rather يعني أفضل يعني أفضل هولي هنه استعمالات would بس بدي ننبهكم على شيء كمان إنه الاختصار I'd مثلا الاختصارات لو نستعمل I'd ممكن تكون would ممكن في بعض الأحيان تكون had بس انتبهوا على هيدا الموضوع كيف تارفو إذا would كيف تارفو إذا had الفعل الذي يأتي بعده would أو had يعني الفعل الرئيسي تتطلع عليه هل هو base form of the verb هل هو من دون to من دون ing ما مصار فيه لا بالpast participle ولا شيء إذا نعم فنعم فهيدا هو would أما had فعادة من ليه بعده past participle شو past participle هو تصريف للفعل اللي عادة من نشوفه بالأزمينة التامة طيب هول هنيه كل الجمال كل استعمالات would خلينا نراجعون بسرعة أول استعمال هو بالreported speech بالخطاب المنقول ثاني استعمال هو willingness in the past الاستعداد أو الرغبة في الماضي ثالث استعمال هو habits in the past العادات في الماضي رابع استعمال لما بدك تطلب requests خامس استعمال بالsecond و third conditionals لحالات الشرطية الثانية والثالثة و سادس استعمال هو مع I wish و سابع استعمال هو في بعض العبارات الأخرى مثل I'd like I'd rather I'd prefer طيب كيف فيني اتقن would هلأ النصيحة الكبيرة نصيحة دهب نصيحة لك الآن إذا حابب تطقن الدرس عن جد تخش على جوجل تكتب sentences with would وتقرأ كل sentences مع would أو تقرأ قد ما بتقدر sentences فيها would حتى تحاول تتعود على استعمالات would حاول فكر هيدا الحالة الأولى مثلا reported speech أو willingness in the past أو هي I'd like شو هي الاستعمال بهيدا الجملة فقد ما بتقدر قد ما بتقدر فتش على جمل و إراهن باستعمال would ارجع لهيدا الدرس بعد يومين بعد أسبوع أو حتى بعد يومين وبعد أسبوع لحتى عن جد تستفيد من هيدا الدرس وما بقى تلاقي مشاكل معبودة تحسها يعني شي عادى لأنه إنت هلأ درست هالدرس مرة لكن بأكد لك لما ترجع تعييد الدرس مرة أخرى حت تفهم إشياء زيادة أو حتلاحظ إشياء قد تكون ملاحظة في المشاهدة الأولى وشكري أنا كتير لإلك لأنك انضميت معي لهيرا الدرس بيتمنى يكون عجبك إذا حابب تتعلم المزيد معي بنصحك تشير هيرا الدرس هيرا أحدث درس لإليه ولا يوصل لك دروس أول بأول وتكون من أوائل المستفيدين إن شاء الله اضغط على هذه الدائرة ثم سبسكرايب وفعل زر الجرس شوفكم إن شاء الله بالدرس المقبل السلام عليكم موسيقى